الهيلل السعودي افتتح التسجيل أمام الويداد في البطولة العربية افتتح النادي الهيلل السعودي التسجيل أمام الويداد المغربي في المباراة التي تقام بينهم حاليا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخرة من دور المجموعات في البطولة العربية سجل هدف الهيلل اللاعب سيرجي صافيتش في الداخقة الأربعون وبعدها تنتهي المباراة في الشوطل الأول ترجمة نانسي قنقر